الدورة الثامنة أساليب الدعوة الدرس الثاني عشر إصداء النصيحة للغير أمر بالغ الأهمية في الإسلام ويتجلى ذلك في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقد أساء الكثير فهم وتطبيق حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان رواه مسلم فهم بعض الناس هذا الحديث بشكل خاطئ وافترضوا أنه إذا رأى أحدهم منكرا فهذا يعني أن عليك إصلاحه بيدك ثم بلسانك ثم بقلبك ظنوا أن هذا الحديث يذكر ترتيب أدوات التغيير بمعنى أن عليك أن تغير المنكر باليد أولا فالحديث لا يبين الترتيب بل يعني أن علينا أن نحدد أي من هذه الأدوات ينبغي أن نستخدمها في كل موقف استنادا إلى ظروف محددة كل بحسب استطاعته وقدراته فلا ينبغي علينا أن نكون معتدين ويقول أهل العلم أن تقرير أي أداة يجب استخدامها يعتمد على عدد من الأمور أولا يعتمد على الشخص الذي تحاول تصحيح فعله فإذا كان لديك أي شكل من أشكال السلطة فعندها يمكنك استخدام القوة البدنية مثل الشرطة لوقف السلوك غير اللائق ولكن إذا لم يكن لديك السلطة فمن ثم لن تكون قادرا على استخدام القوة البدنية ثانيا عليك أن تضع بعين الاعتبار من يمتلك الغرض إذا كنت تحاول تصحيح سوء السلوك بإلحاق الضرر بشيء لا ينتمي إليك فهذا غير مسموح به ألبتة فإذا كانت ممتلكات شخص آخر فلا يحق لك تدمير هذه الممتلكات بالطبع كل هذه الإرشادات مهمة عند النهي عن المنكر والذي يعتبر شكلا من أشكال النصح أهمية تقديم النصيحة واضحة وضوح الشمس ولكن في الواقع نحن نعيش في زمان لا أحد يحب أن يتلقى النصيحة لا يحبون أن يصححهم أحد أو أن يخبرهم بأنهم على خطأ فإليك أحد الأسليب التي تساعدك بإذن الله على أن يتقبل الناس النصيحة لنقول إنك كنت تصلي في مسجد ورأيت هذا الرجل الغريب الذي لم تشاهده من قبل يرتكب أخطاء فادحة في صلاته ولكن معظم الناس لا يحبون أن يصححوا فكيف تنصحه يمكنك أن تستفتح كلامك بمقدمة بسيطة لتحمل هذا الشخص على أن يتفهمك ويتقبل ما تقوله قال أحد الإخوة إنه رأى شخصا يرتكب خطأ في صلاته فذهب إليه وقال اسمع يا أخي أنا أراك لأول مرة وأنت تعرف أننا جميعا إخوة في الله لقد رأيتك ترتكب خطأا ومن الصعب علي أن آتي وأعطيك هذه النصيحة الآن لأن الناس في الوقت الحاضر لا يحبون تلقي النصيحة وتحسين أنفسهم فقط بقوله هذا أصبح من الصعب على ذلك الرجل أن يرفض تلقي النصيحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر